موسيقى احنا اليوم في فلسطين في الرياضة في هناك جهد بشارك في او شارك في كل من له علاقة عندي اتحادات المجلس الاعلى للشاب والرياضة اللجنة الولمبية ويعني بقدر ما اجزم بانه حتى الان المستوى في الرياضة بشكل عام لم يتقي الى مستوى الطموح اللي احنا كلنا بنتأمل يوصل اله وبما يليق بدور الرياضة في مشروعنا الوطن والطريق ما زال طويل لتحقيق طموحنا ولكن انا بأمل من هانا لنهاية السنة واللي هو فيها استحقاق انتخابات في كل الاتحادات انه احنا ننجح في بناء استراتيجية تؤسس وتؤصل لضمان نشر كل الالعاب الفردية والجمعية وتطويرها وحمايتها وتطوير امكانياتنا التنظيمية لبناء منظومة فيها انشطة لكل الرياضات سواء كان على المستوى المحلي او انشارك في المستوى الاقليمي والدولي ويعني انا بقول هون باسم المؤسسات الدولة بانه رح يكون هناك حسم في هذا الموضوع لضمان ان يكون هناك مؤسسة رياضية وطنية تدار بمعايير العالم وتدار بقامة فلسطين وبشموخ فلسطين مش بقامة لا افراد ولا فصائل ولا حرات واليوم احنا يعني بنلتقي على ابواب حدث في احد الالعاب الفردية اللي هو اتحاد التايكواندو واللي كان يعني مجلسه ومكتبه التنفيذي بذل جهد على مدار السنوات الماضي وهذا الجهد بالتنصيق مع اللجل الأولمبي مع المجلس لعلي الشابة الرياضة ولكن هو يعني اكيد برسم الاتحاد وهذا انجاز لصالح الاتحاد انه احنا خلال ايام القادمة رح نستضيف بطولة تايكواندو الدولية الاولى في فلسطين ومن الفئة جيوان وانا يعني بأمل انه كل الرياضيين وكل من له علاقة واحنا في اللجنة الولمبية وفي المجلس على الشاب والرياضة والاعلاميين انه احنا نحاول ننظم جهدنا بما يضمن انه هذا الحدث نتائجه تليق بشعبنا تليق بقضيتنا احنا الرياضة عندنا مش ميدالية احنا الرياضة عندنا رسالة واحنا الرياضة عندنا وسيلة واحنا الرياضة عندنا احد اهم وانبل اشكال النضال اللي هو قادر على محاصرة هذا الاحتلال ولن يكون فقط بانه احنا نقول عندنا الرياضة احنا في عندنا الرياضة تمارس على اسس حرفية اسس مهنية رح يشارك في هذا الحدث 13 دول غير فلسطين منها روسيا ومنها سويد ومنها نيجيريا واسبانيا والاردن وتركيا والمغرب والعراق وقرقستان وامريكا والنمسا وكرواتيا واعتقد هذا يعني شيء عظيم احنا في العدد اللاعبين المشاركين يعني رح يكون اقل من 400 منهم 121 من فلسطين 20 من اللاعبين الفلسطينيين من المحافظات الجنوبية او 22 و 98 من المحافظات الشمالية اه اول ردي طلع تصريح لمية وتسعة وثمانين مشارك من الخارج وفيه واحد واربين يفترض انه خلال 24 ساعة انها تصدر فيه 150 مشارك اه مش بحاجة يعني من دول اللى علاقة مع اسرائيل ومش بحاجة الى تصريح اه فيه حكام من كل الدول المشاركة بلس تونس وليبيا والمكان رح يكون في بيرزيت او في جامعة بيرزيت وكما قلت احنا اهدافنا انه هذا الوجه المشرق لللاعب الفلسطيني للرياض الفلسطيني هو اللي اه ينطبع في ذاكرة حوالي اه ثلاثمائة او ثلاثمائة وخمسين واحد رح يجو من بره بالاضافة الى الاعلاميين وبالاضافة الى انه احنا كمان وسائل اعلامنا سواء كانت اللي موجودة هون او اعلامنا الوطني قديش احنا بنكون قادرين على تقديم هذا الحدث اه بلغة اه معقولي ولكن من خلال سلوك وانا اتمنى انه كل واحد فينا يتصرف من موقعه انه هذولا بدهم يغادرونا وهم سفراء النا ولا قضيتنا هذا حدث مهم احنا بنقدر نبني عليه هذا حدث مهم احنا بنقدر نقدم حالنا لا اتحادات اخرى انه احنا قادرين على الاستضافة وقادرين على التنظيم ومن هون العظمة والعملقة والشموخ الفلسطيني والكبرياء الفلسطيني المضياف اللي اه بحب الناس واللي بحترم الناس واللي بقدر الناس امل ان تكون هي الوجه اللي الناس بتشوفه وبتحس فيه وهذه مصلحتنا كلنا ولكن احنا كرياضيين انا اعتقد بانه انه مصلحة انه هذا الحدث يبنى عليه الكثير طبعا الاخوان في الاتحاد العربي راح يعملوا على هامش البطولي او المكتب التنفيذي للاتحاد العربي الاتوائك واندو راح يعملوا اجتماع على هامش البطولي وهذا شي عظيم فيه هناك يعني شخصيات دولية طبعا موجودة على الورق انا بأمل انه كلها تتيجي بما فيهم نائب رئيس الاتحاد الدولي اللي هو يعني من مصر بما فيها رئيس الاتحاد البحرين واحنا بالتأكيد بالتأكيد يعني راح نكون سعداء انه وانا ما بدي اذكر الاسماء لانه حتى الان في عندنا تأكيدات نظرية ولكن انا بأمل ظروفنا وظروفهم تسمح لهم انهم يدخلوا ولكن في كل الاحوال البطولة راح تنطلق يوم 18 الشهر راح تنتهي يوم 21 الشهر حسب البرنامج اللي الاتحاد نشروا او راح ينشروا تحت رعاية اللجنة الولمبية ورعاية مؤسسات الدولة والسلطة في بيرزيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة